تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وذلك بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب ورفع معالي رئيس مجلس الشورى في برقيته عظيم التقدير والامتنان لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب مشيدا بالكلمة السامية التي تفضل بها جلالته في هذه المناسبة الوطنية معاهدا جلالته على المضي في ترسيخ الثوابت الوطنية ومواصلات العمل بكل جد وتفان سائلا المولى عز وجل لا يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويبقه سندا وعزا وذخرا للوطن وان تتواصل في ظل قيادة جلالته حفظه الله ورعاه مسيرة الازدهار والنماء اشتركوا في القناة